دكتور محمد الفترة اللي فاتت كان فيه جلسات مع الشباب في أماكن مختلفة سواء بقى وزارة الشباب سواء في الجامعة سواء في الأماكن المختلفة بيبقى فيه أعداد كده مكثفة الناس بتقول فيها هي بتفكر في ايه على المستوى الصغير في المحافظات وعلى المستوى الأوسع في الجامعات من مختلف المحافظات حدثك محتك وبشدة بشباب الجامعة فنقدر نقول ان هم الفترة اللي فاتت متخيلين انهم كانوا عايزين يتكلموا في ايه وطرحوا ازاي طيب وانا بس نفسي أصلت الضوء على كلمة قلتها في الانترو يعني ان مصر دولة شابة هي فعلا مصر دولة شابة للغاية الهرم السكاني في مصر النسبة الأكبر منه شباب ودي حاجة المفروض انها تبقى نقطة قوة للدولة المصرية والمفروض نستغلها لاستغلال الأمثل يمكن انا برضو زي ما حضرت تفضلتي وقلتي انا استاذ جامعي في المقام الاول قبل ما يكون قضو مجلس اليوخ وبالتالي انا متداخل مع الطلبة وكمان انا بشتغل منصق انشطة طلابية في الكلية اللي انا بعمل فيها فدام خليني قريب جدا من الطلبة مش هقادر اقول لحضراتكم الاحتكاج بالطلبة اداني انطباع ان احنا عندنا منجم افكار موجود فسط طلبة الجامعات عندي عدد كبير جدا من طلبة الجامعات عندهم طموح غير طبيعي عندهم افكار وكتير منها قابل التنفيذ انا مش عايز اقول لحضراتكم ان منها افكار ابتدوا هما ينفذوها مع بعض لوحدهم افكار بيزن الصغير بيعملوا مع بعض مشروع بيعملوا فكرة تدريب لمثلا كوادر صغيرة ويكبروها عندهم طاقة لازم نستغل لها رجعوا تاني يشاركوا يا دكتور قعدوا فترة طويلة قوي الشباب في الجامعة واخد جنب من الانشطة الطلبية واخد جنب من ان هو يشترك رجعوا تاني يشاركوا ورجعوا يفكروا ورجعوا يشتغلوا على معرفة يعني انا مفاكر من خمس او ست سنين كان الصراع على انتخابات الانتحادات الطلبية محدود دلوقتي الانتحادات الطلبية هدف ومنافسة شديدة جدا ورجع الحراق الجامعي بشكل قوي جدا احنا مثلا داخل الجامعة بنعلم الولاد كيفية ممارسة الحياة بشكل عام احنا مش بس بنعلم علم احنا بنعلم علم وبنعلم سياسة وازاي يمارس الحياة السياسية بشكل منظم منضبط ازاي يتعامل اجتماعيا مع غيره المشاركات اللي بين الطلبة او الانشطة الطلبية بتديهم مهارات يقدروا يتعاملوا بيها في المجتمع بعد كده يعني اعتقد ان فرصة وجود حوار وطني في الوقت الحالي كان لابد ان الشباب يدخل فيها وبقوة لان اولا الافكار اللي هما بيطرحوها هنلاقي كتير منها جدا قابل للتنفيذ هنلاقي كتير منها جدا بيعبر عن طموحاتهم واحلامهم مش افكار تقليدية كمان بالضبط في حاجات كتير منها جدا خارج الصندوق وجميلة يعني طب اللي هو حضرتك لما تسمعها هتقول طب هو ليه لا يعني طب ما ده كويس والافكار يعني ابعد يعني غريبة كمان هتلاقي افكار اقتصادية هتلاقي افكار اجتماعية هتلاقي افكار سياسية كمان مشاركتهم هم عندهم تعطش غير طبيعي للمشاركة السياسية تحديدا ويمكن سيادة النايب احمد لما نزلوا الجامعات هو حتى قبل الهواء كان بيقولي ان احنا لقينا كده ولمسنا كده فعلا في وسطيهم واعتقد ان الفترة القادمة من فترة الحوار الوطني مشاركة الشباب يعني هتبقى حاجة مهمة جدا واعتقد ان التوصيات اللي هتطلع من اللجنة دي تحديدا هتبقى من اهم التوصيات اللي ممكن تطلع من الحوار الوطني ككل شكرا